لأنه ما أطلع جرح لا بس هو اللي عنه ده اللي أنا حاسد به الحاجة التانية فاروق اللي منتكلم بقى أنا شاك كنا منتكلم على التشكيل يا كابتن والشكل ومش أفضل شكل الخطط يعني أفضل ماتش يا فاروق بتلت أسابيع إحنا سبنا كل حاجة أهم حاجة اللي هي اللي هنلعب وإزاي وإن واتكلمنا كإعلام كناس إحنا تكلمنا الحاجات اللي هي مش مهمة الوداد التذاكر الجمهور الأهل ده سبنا الحاجات اللي هي مش مهمة ومسكنا فيها وعندنا أن نركز عليها والحاجة المهمة جدا هي بول ملعب ما حدش فكر فيها ده من الأسباب الخسارة يعني أنا كان قلب مقبول حتى ما علقتش ولا كلام ده في زماية اللي تصلوا بها بالماتش عشان أنا أعلق ما أرضيتش أعلق لأنه كان إحساسا عندي لأن كده العيبة كلها بشرة كل عيبة تشوف الميديا وإنت عارف يا فاروق وبيحسوا بيهتموا بكل حاجة حول الماتش ما عاد الماتش نفسه فكانت دي بوادر برضو مش كويسة وبعدين تعالى كإعلام إحنا بنت تخني على الوداد دي وعلى اللي وإن إحنا مش فير آه ماشي كل ده كل شي طبيع بس الخيانة جاية أصلا من عندنا من جوا يا فاروق الخيانة جاية من عندنا أنا بقى لي عشرين سنة يا فاروق بقى طلع بقول من سنة 2012 يا جماعة هاني بوريد يا جماعة يا جماعة هاني بوريد يا جماعة ما حدش وحدش لما دلوقت المصالح عملت بدأ هاني بوريدا بقى وحش ما احنا بقولي الكلام ده من زماعة هاني بوريدا الجواب يتبعت للنادي الأهلي أقولك برضو معلومة أنا عرفتها من هنا من خلال الناس برضو في الفيفا ماشي يا فاروق توضر كيف إن الجواب وصل الاثنين الجوابين وصلوا للإتحاد الكورة وليد العطار هاني بوريدا تقول أقوله حطهم ما تحطهمش حطهم في المكتب ما تبعتهمش بس تكلم برمس بالتلفون عرفهم ببعاته جواب عشان النادي الأهلي ما يقول لك ده بعت برمس ومبعاتش وما تجيبش سيرة للنادي الأهلي ده 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 حاجة خطيرة جدا حكبت أنا بقول لك ده أنا بقول لك يا فاروق وده اللي بقول لك وقول لك إذا كان هو تبتقول لسه مشوع ده معلومة عند حدك يعني المتأك ده وقت المغرب هم كسبوها قانوني بخيانة مننا أنا ما قدرش أقول حاجة جاني من المغرب جاني من المغرب أعمل الصح الخيانة جات مننا أنا بقى كإعلام مفروض أنا بقى أشوف بقى الخيانة فين وأركز فيها ما روحش على المغرب وإنهم المغرب خلاص إنت اللي ساعده وإنت اللي عمل إنت بتتنظف البيت من جوه عشان كده وبعدين أنا قلت مئة مرة أنا بريد أيا فيها يخفيها يا فيها يخفيها هيعمل كل حاجة ولهو لهو مصالح المكان ماسك يعني ما قدش سنغال عارف لو أنا مجد أنا بريد أرئيس للتحاد كان فيه أمور شفتلفت خالص خالص إنما هو مش برق ماشي يعني شوه أنا فيه أسراري سوفي يا محمد أنت سخنتني فيه أسرار كتيرة أنا عرفها ومكان نادي مسك الاتحاد جمال علام وحسام عبدالله إحنا بس كابتنهاني ليه حق الرد كابتن بس لأن حياتك قلت حاجة خطيرة جدا وحاجة بتمس فريق كبير ونادي كبير وجماهية كبيرة على مستوى العرب أنا أقولك وهو يسببت العكس أنا أقولك لمعلومة جات لي أنا من الناس مصق واصق في النحو أنا ما بيجلبوش واصق من ما لهمش أي مصلحة تماما كان طبعا